grade 8 module 3 page 30 writing a story before you start read the newspaper article do you think Robert is a true hero why or why not فرح نقرأ هاي المقالة موجودة في جريدة وبهل كل طالب بعتقادك هل تعتقد انه روبرت بطل أم لا little girl falls 10 meters into hands of superhero روبرت سميث was talking on his mobile phone in the street when he saw little girl she was hanging from a third floor window across the street اذا روبرت سميث كان يتكلم بالهاتف المحمول وهو ما شوف الشارع عندما رأى طفلة صغيرة كانت هذه الطفلة متعلقة بنافذة الطابق الثالث اللي هو يعني مقابل الشارع روبرت ران across the street and bought out his arms he was just in time to catch five year old دانيالا بورتون before she hit the ground كان هو مقابل البنات قد ركض وركض الشارع ومد إيديه وفي اللحظة اللي مت فيها إيدي ووصل فيها مسك طفلة عمرها خمس سنوات اسمها دانيالا بورتون وطبعا مسكها قبل إنها توقع وتسقط على الأرض After that, Robert was able to talk about what happened It's good to feel you saved a child's life But I am not a hero, I just did my duty طبعا بعد عملية الإنقاذ تكلم عن هاي الحادث اللي حدثت وقال إنه شعور حلو إنه أنقذ حياة الطفل ولكنه ليس بطل ولكنه فقط فعل الواجب اللي عليه يعني لأنه كان من واجبه إنه ينقذ طفله Exercise 1 Match the paragraphs from the story with these questions إذن عنا حطين الparagraphs 1, 2, 3 رح نوصلها مع أسئلة A و B و C فعندنا A What happened in the end What happened in the end يعني ماذا حصلها في النهاية طبعا رح يكون جوابها A with three اللي هي في النهاية إنه أنقذها وإنه هو حكى عن موقف اللي صار B How did the person react? What did he do? إذن رح تكون B with two اللي هو شو التصرف اللي عمله روبرت لما شاف الموقف كيف كانت ردة فعله React اللي هي ردة الفعل C Who's the hero? What was he doing? Where was he? What happened? C إذن من هو البطل القصة؟ ماذا فعل؟ وأين كان؟ وماذا حدث؟ طبعا رح تكون C with one Exercise two In pairs Imagine you were taking part in a rescue Use the questions in exercise one To help you Plan the story What happened first and then فطبعا هون بدكم تتخيلوا أحداث يعني تتخيلوا إنه أنتوا رح تكونوا جزء من عملية إنقاذ بدكم هاي الأسئلة الموجودة في exercise one اللي هي What happened? At the end How did the person react? Who's the hero? What was he doing? فطبعا هم حطوا الإكزامبل اللي هي What was he doing? Talking on the phone بعدين What happened? So a little girl بعدين جاوبوا إنه How did he react? إنه run across the street وبعدين كمان جاوبوا إنه What happened? إنه The little girl fell into his arms وبالنهاية كان إنه What happened in the end? إنه I did my duty يعني قسموها فإنتوا رح تتخيلوا كل واحد أحداث قصة وتكتبوا إجابات يعني رؤوس أقلام بالنسبة للأسئلة المورودي فوق لحتى تنظموا أفكاركم مترتبوها وبعدين هاي الأفكار رح تتحول لفقرة طبعا إحنا بدنا نكتب 3 paragraphs مثل الموجود في المقالة رح تكتبوا ثلاث فقرات كل طالب إلو الإجابة أنا رح أعطيكم مثال وإن شاء الله بس بانتظار إجاباتكم أنتم أيضا على التعليقات المثال اللي رح أعطي بالنسبة لأكسرسيس 2 و3 هو التالي بالنسبة لأكسرسيس 2 camping in a forest noticed a fire run to the car and picked the fire extinguisher extinguished the fire the conservation of forests is a must بالنسبة للفقرات سعد الخطاب was camping in a forest when he noticed a fire is starting in grass سعد ran to his car then he picked the fire extinguisher he extinguished the fire to prevent the wildfire spread at the end people must pay attention when they set the fire the conservation of the forests is a must سعد said that to the newspaper reporter فكان هذا مثالي بتمنى أشوف أمثلتكم بالنسبة لأكسرسيس 4 in a group read each other's stories which are the best explain why till the class طبعا في مجموعات كل واحد رح يقرأ القصص اللي كتبوها الآخرين يعني بتقرأوا قصصكم وكل واحد رح يحكم مين أحلى قصة أو مين أحسن قصة رح يشرح ليش للصف كانت هاي إجابات الصفحة رقم 30 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته